اشتركوا في القناة عن فحص نزغة الجلد اللي هو يختلف عن فحص خدش الجلد هل يسبب نوع من الزيرتك وإعطاء الزيرتك الدمان عليها مناعة الشخص مرتبطة ارتباط مباشر في النوم ونقذ المريض وسلمان ناتحاتي ما في دبوس ونعد للعشرة الحساسية الحقيقية حق مادة التكاون جداً أعزاء المشاهدين ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع الدكتور ياسر مصطفى علي استشاري الأمراض الرماتزمية والحساسية والمناعية والباطنية يعطيك ألف عافية دكتور ياسر يشرفنا تواجدك معنا في حلقة ثانية مثل ما ذكرنا في حلقة سابقة أنك رح تكون ضيف حلقتنا لكن حلقتنا اليوم رح تكون غير ورح تكون عن الحساسية أهلاً ونساعدنا فيك إن شاء الله نفيد المشاهدين بحلمات قيمة إن شاء الله الدكتور ياسر في البداية بما أننا رح نتكلم حلقة اليوم رح تكون عن المناعة والحساسية رح نقسمها على قسمين في البداية نتكلم عن المناعة شنو معنى المناعة المقصود فيها في جسم الإنسان طبعاً المناعة كل ما عامة جداً تعني بالجهاز المسؤول عن حمايتنا من أي شيء يتعرض لنا لغزو الخارجي حلو الغزو الخارجي هذا ممكن يكون عبارة عن انتهاء فيروسي ممكن يكون عبارة عن بكتيريا ممكن يكون عبارة عن فطريات أو حتى مواد كيماوية لا يوجد مثال غبار نفسها أو مادة شهادة دش الجسم فالجهاز المناعي هو الجهاز المسؤول أن يحمينا من كل الغزوات هذينها حلو ممتاز لما تقول الجهاز المناعي يحمينا شنو المكونات في هذا الجهاز اللي إحنا الان رح نتكلم عنه بإسهام طبعاً أكبر عضو موجود في الجسم اللي يعتبر الجزء من الجهاز المناعي هو الجلد الجلد بحث ذاته لأنه يغطي الجسم كله هو أول خط الدفاع الأول أول خط الدفاع الذي يحملنا من عدة أشياء سواء نقول مثل عبارة عن المكروبات أو الميروسات أو حتى بعض المواد الضارة لجسمنا عشان لا تصيد تلف للأجهزة أو الأنسجة لتحت الجلد هذا هو أول شيء الشغلة الثانية اللي هي جداً مهمة الغدد اللنفاوية كلنا حاشة يوم من الأيام الالتهاب في لوازة وحسنا في هذا الغدد هذا عبارة عن أجهزة مناعية تحمل الجسم هي المسؤولة عن أفراج الأسام المضادة لمحاربة هذه المكروبات في أيضاً أعضاء أكبر اللي هي جلدت اسم الطحال الطحال على سبيل المثال والكبد أيضاً جهازين مهمين جداً لأجهزة المناعية بعدين دمنا نتكلم على كل جهاز لحالة سواء كان القلب أو العينين الله خلق معنا مع كل جهاز عبارة موجودة في الجسم بعض الخاصية أو الخواص فيه اللي يتحمل الجسم من المواد المناعية أو من الأمراض المناعية بشكل عام حلو ممتاز بالنسبة للمناعة لما نقول الواحد عنده نقص في المناعة شنو نقصد لما نقول الشخص هذا عنده نقص في المناعة طبعاً نقص المناعة المكتسب أو نقص المناعة اللي هو الموروث فراب نعرف شنو سبب نقص المناعة طبعاً هي هذه التقسيمة اللي اتفضلت فيه هي أفضل تقسيمة نقص المناعة الموروث اللي هو يرن الملدون فيه لأطفال ينتقل عن طريق الجينات سواء كان من الآب أو الأم اللي هو الطفل يولد بجهاز مناعي مختل والنتيجة لإختلال الجهاز المناعي يسيب الطفل أمراض عديدة سواء كانت أكثرات على الجلد أو التحال أو الكبد أو أي جهاز آخر هذا الحمد لله نادر ولكن اللي هو أكثر انتشاراً اللي هو ننتسمة إلى نقص المناعة المكتسب الناس طبعاً أول ما تسمع نقص المناعة المكتسب الجمعيز على ط dragged هذا أحد الأمراض من نقص المناعة المكتسب والحمد لله إنه ممم انتشره لكثرة في دولتنا مقارنة مع الدول الأخرى ولكن أكثر السبب لنقص المناعة المكتسبة في دولة الكويت هي الأدوية الأدوية أحنا الأدوية التي بعض المرات نضطر نعالج فيها بمرضى سواء على سبيل المثال مرضى الالتهاب الروماتويدي أو مرضى الديب الحمر أحنا قاعدنا نعطي نحن نقول مناعتهم نجطة لأن أعطيهم أدوية تهبط المناعة ونتيجة لهذا كنون معرضين لعدة التهابات لأننا قاعدنا نعطيهم الأدوية أكثر أشهر شيء لأمراض المناعة المكتسبة هي الأدوية التي قاعدنا نعطيها وبالنسبة للمرضى التي يتم زراعة أعضاء لهم سواء زراعة القلب أو زراعة الكلة أو زراعة الكبد هل هذين يكونوا معرضين لديهم نقص مناعة؟ طبعا باستثناء زراعة القرنية كل المرضى الثانين التي يتم زراعة أعضاء لهم يجب أن يكونوا على أدوية مثبتة للمناعة لكي تمنع الجسم أن يرفض العضو الجديد الذي منتقل فكلهم يضطرون أن يكونوا على أدوية مثبتة للمناعة والمدى الحياة تقريبا بالنسبة للشخص الذي يكون عنده نقص المناعة شون الأعراض التي تظهر عليه سواء الأعراض السيستميك نحن نقولها لداخل في الدم أو الجلدية التي تظهر عليه ظاهريا أنا أحب أن أعطي مثال عملي لأن هذا سؤال أسأل فيه كثير كلنا عندنا أطفال والأخوان في السن صغير ودائما يحوشى اتهاب في بلاعيم يحوشى في دونزا دكتور لا يوجد مناعة لا يوجد مناعة لا يوجد مناعة نحب أن أكد لهم أن الدراسات أثبت أن الأطفال التي تقل أعمارهم تحت سن العشر سنين ليثمان مرات في السنة من أنواع هذه الالتهابات التي نسميها الأبر رسبراتوري الالتهابات الجهاز العلوي هذا ممكن أن يكون طبيعي خاصة في الأوقات التي نحن نلاحظها في الكويت عندما يكون هناك تغيير بين الفصول ويكون هذا إذا شفنا أن المريض لا يحوشى أكثر من ثمان مرات هذا يكسر أن نفكر في فحوصات للمناعة ولكن هناك أشياء في التهابات غير نادرة مثل على سبيل التهاب السحاية إذا الطفل يحوشى أكثر من مرة السحاية يمكن أن يكون الطفل لديه مشكلة في مناعة السحاية قصدك البكتيرية والفيروسية على حد سواء البكتيرية أكثر منها من الفيروسية أو إذا كانت مثلا على سبيل المثال الفطريات الذي هو الناس عادية وإذا أجلب جهاز مناعة لا تحوشوا في الضب حاشة الفطريات تبدأ شابين أن يقول الطفل يجب أن نشيك على جهاز مناعي الالتهابات في الأماكن الغير معتادة بالنسبة للأطفال على سبيل المثال الالتهاب في الجهاز الهضمي ولكن يكون في الأمعاء بشكل عام نقول الالتهابات البكتيرية أو الفطريات في الأماكن الغير اعتيادية بالنسبة للأطفال نبدأ نشك فيها في الأمراض المناعية بالنسبة لك الكبار أنا دائما أقول للمرضايا اللي عندي أنا حاطب على أدوية للمثبت المناعة قبل لا نبدأ الدواء إذا كانت خشمك يصب بصب حرارتك ترتفع تقول أه بانطر أنا يومين ما نرايه حين المستوصف تقول لا الحين أنت مناعتك وننفس قضر الحين راح تأب لا يأخذ منك يومين احتمال يأخذ منك أسبوع لا روح المستوصف روح المستوصف إذا تحتاج شيء على تصدر سوى شيء على تصدر إذا كان في تكلمين حرقة في البول سووا مزرعة على البول عشان ممكن تعالجهم أنا مناعتك ونفس قبل هذه لحنا الناس اللي إحنا وإننا نشوفهم أبشر عشان نعالجهم أبشر بالنسبة لليون بعض المرضى وعندهم الدمام اللي تسير أول شي تبتدي كبثور صغيرة كأنها حب الشباب بس همه مو شباب أحيانا يكون بعبار مختلفة سواء شباب أو كبار وتتحول إلى خراج احنا نسمي أو دمل نقول لهم أنه عندكم نقص مناعة ونبتدي نسوي لهم الفحوصات هل هاي جزء من عراض الأشخاص اللي عندهم نقص مناعة الدمامل السيناريو اللي تفضلت فيه شاع في الحقيقة نشوف أكثر من مريض بهالطريقة في العيادة عندنا إذا كان بس مقتصر على الدمامل في الجلد ممكن ما تكون لها علاقة في المرأة المناعة وتماتيكياً هذه المرضى الميون سيسير لهم شكاب وقع نفحص لهم قسم المناعة ولكن بعض المرات يكون هناك اختلال في وظائف الجلد فقط الطريقة التي تعامل فيها الجلد مع الالتهابات سواء كانت البكتيرية أو الفيروسية تكون طريقة عنيفة شوي يصير في الصديد والطر يروح الطار يفتحون الجلد وبعدين يحطون كل شهر أو كل اسبوعين ثلاثة تخرج في مكان مختلف ممكن ما يكون فيه خلل في الجهاز المناع الكبير ولكن تتكلم على أشياء الصغيرة لها علاجات لها يعني فيها فعصات تنعمل ولها علاجات وبعض الناس فيه تحسن كبير بعد ما يحطون على أدوية معينة إذا لم يكن كل شهر تقريباً في الطواري يمكن أن تكون عندها مرة بالسنة حلو ممتاز هذه بالنسبة للأعراض التي يشكي منها المريض حين وصل المريض عندك في العيادة ويقول لك أنا أبي أشي كذا أنا عندي نقص مناعة بسبب أن أنا عندي طبعاً غير الانتحاط هم أردي على أدوية مثبتة للمناعة بس نحن قاعدنا نذكر لديهم الدمامل شنو الفحوصات الأولية التي تجريها من فحوصات مخبرية لهؤلاء المرضى وأيضاً إذا تأخذ عينات وشنو تكون النتائج أغلبها كل فحص سواء كان في الدم أو في الجلد يعطيني نتيجة ويشرح لي نتيجة جزء معين من الجهاز المناعي على سبيل المثال أول فحص هو الفحص الاسدائي 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 الذي يظهر نسبة للمشاركة البيضة الحمرة والصفايح نقص كريات البيضة من أول مؤشرات لإختلال المناعي الاثنين نشوف نسبة للمشاركة المضادة نحن كل واحد نحن تطعام من يوم أن نولد خد تطعيم نحن نبدأ نقيس تطعيم المضادة حق التطعيمات لأن الجهاز المناعي يجب أن الجسم يكون لديه تطعيم المضادة تطعيم المضادة إذا لم نرأتها لا توجد نبدأ نتكلم عن الجهاز المناعي بالتفصيل هناك أشياء في عصاد نحن نعملها الكبار نحن نقدر نقص قدرة الجهاز المناعي على سبيل المثال هناك تطعيم مشهور نيموفاكس تطعيم ضد البكتيريا التي تسيب الناس للتهابات الصدر الرئوية يعني نقيس الأجسام المضادة قبل أن نعطي التطعيم ونعطي حق الشخص التطعيم وني بعد أربع سابيع نقيس نسبة الأجسام المضادة لازم نشوف في زيادة في نسبة إذا لم نرى إرتفاع نبدأ نشك أنه خلل في الجهاز المناعي هناك الكثير من الناس ونرى خاصة في الوافدين الذين يزيرون ينعملون فحصل الدرن الدرن هذا هذا أيضا يدل على الجهاز المناعي إذا كان عنده يوم الإيام مثلا يشد نع ونأخذ تطعيم الدرن ونسوي لفحص الدرن ونرى أنه لا يوجد أي استجابة نبدأ نشك أنه خلال بالشكل العام هي عبارة بعوصات الدم وفحصات جلدية وقياس نسبة الأسام المضادة قبل وبعد التطعيمات نعم يعطيك العافية دكتور ياسر نرى مع بعض تقريرنا الأول لهذا الأسبوع ومن ثم نعود إلى الدكتور ياسر ونكمل معه بقية حلقتنا لهذا الأسبوع نحن متواجهة مستيشن بايك الكبير قسم المختبر الرئيسي قسم أمراض الدم باش رح لكم مشون تينا عينات السي بي سي اللي هو اللي تقيس الصفائح والكلادة من البيضة والحمرة ونسبة الهيموغلوبين بالدم تينا العينات جاهزة منه مبرمجة نحن اليواشين نشيك العينة مع الريكوست اللي يينا طالبة الدكتور شنو التحليل نشيك الاسم رقم الباركود والاسم اللي يعله تيوب يطابق نفس الرقم ونفس الاسم اللي يعله الباركود ولا لا إذا أوكي كل شيء تمام كلها الضابط يعني كل شيء مكتوب صح نحن هذي آخر عينة تشيكنا إليها نحطها بالكاسد عندنا ونمشيها بالجهاز اللي هو أحد الجهاز عندنا اللي هو سيسميكس نحطهم بالجهاز طبعاً هني داخلي يبحث للعينات يقال باركود بعدين ينقله شوي شوي عندنا ثلاثة جهازة أول جهاز اللي هو حق السي بي سي مع الفلود طبعاً ثلاثة جلدان نفس الطيقة يشتغلون بس عندنا آخر جهاز يفحص الصفايح إذا تكون نازلة ولا شيء في عندنا تكنيك ثاني اللي هو فلورسل ستين طبعاً لما نمشي الأينة ما يأخذ أكثر من خمس دقائق بالجهاز إذا كانت نورمال ما فيه شيء إذا كانت أبنورمال عندنا لستين رهني يأخذ العينة يسوي منها السلايدات اللي هي بهذا الشكل أوكي هذه السلايد نوديها دائرة حق الدكتور الدكتور مختص يقل السلايد ويكتب يشغل شخص شخص عنده ستطلع لنا النتيجة نطبعها ونسلمها الدكتور بعد ما شفتوا النتيجة سلمدنيها اختصرها في الطريقة هذه يأتي على ورقة هاي طبعا تبين عدة أشياء الشغلة الأولى تبين نسبة كريات الدم البيضة الشغلة الثانية تبين نسبة فحص الدم الشغلة الثالثة المهمة هي نسبة صفايح الدم اللي يهمني أنا في الموضوع بالنسبة للحساسية اللي هي خلايا الدم البيضة أنواعها النوع الأول اللي هو يسمونها خلايا الليمفوسايت والنوع الأهم بالنسبة للحساسية الخلايا الإيزينوفل هذه الخلايا الإيزينوفل تكون عادة مرتفعة في بعض أمراض الحساسية وتساعد طبيب الحساسية في تشخيص عدة أمراض دكتور ياسر حبينا بس نوضح نقطة هل هناك نقص في المناعة زاد في القرن الواحد وعشرين مقارنة في القرون السابقة والأصول السابقة طبعا هذا النقاش هذا الذي يصير في كل مؤتمر نحن نروح يتكلمون عن النسبة زيادة نسبة الحساسية بشكل عام في العالم ونقص المناعة في العالم هناك نظرية معروفة نظرية النظافة أو الهيجين فهيو يحاولون يفسرون لماذا نسبة الحساسية بشكل عام سواء كان حساسية بيئية حساسية الطعام ربو في دول شمال أمريكا وأوروبا مقارنة في أجزاء ثانية من العالم وائد النسبة في جنوب آسيا وإفريقيا وآيد أقل أقل هناك نظرية نظرية من نظرية الهيجين يقول أننا الناس المتحدث في المكان في الشمال أمريكا وشمال كندا وغربا وكندا وأن طريقة حياته مدينة تغيير هنا الناس يأخذ تطعيمات بشكل منظم عايش في بيوت نظيفة وغسنون على طول يشربون ماي نظيف يأكل نظيف أصلا حتى الأشياء التي نحن نحن صغار جديري لا يحسن لا يحوشهم قاموا يأخذون تطعيمات ضد السؤال لا يحوشهم فهذه النظرية تقول أنها عبارة بين بين ها وثنين لأننا نظف 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 ونظف لا يقاوم هذه الأشياء في العالم في المقابل الطفل المولود في منطقة الوسطى الأفريقية أربعة ساعة بالمزرعة وريلة بالماء وبالترع على قولاتهم حايشهم اليوم مرة التهابة بريلة هذا الطفل لا يحوش حساسية الله يرحمها خالتي كانت تقول حطوا عيالكم بالأرض لا تشيلونهم الأرض تربي الظهر يبقضون أي شيء عشان يقومون مناعتهم بالنسبة للحساسية بما أننا بدأنا نتكلم عن حساسية والنظافة اللي الناس قاعدة تأخذها لا يزال يصير عندي نوع من العطاس وخشم يصب وبسرعة ألقط جراثيم الحساسية هاي نتكلم عنها الحساسية الموسمية أو الحساسية المدارية اللي على طول السنة شالفرق بينهم وعند منهم من الناس تفوشهم طبعا أهم نوعين هو الحساسية البيئية اللي أنا تعرض لها عندنا نخرجنا بالخارج بطريق حبوب اللقاح والحساسية الثانية اللي أنا اللي سميتي حساسية على مدارس سنة اللي أنا نتكلم عن داخل داخل ضيط سواء كانت من عثة الغبار على سبيل المثال أول من الفطريات بالنسبة لك حساسية للأسف هي جدا منتشرة في الكويت يعتمد على المدارس نحن نتكلم عنه نحن طول السنة غبار دكتور طول السنة وبنسبة لغبار وبنسبة لقاح سواء كانت من حب لقاح النخيل أو الأشجار أو الحشيش هذه موجودة على مدارس سنة حسب الموسم يعتمد على أي شهر نتكلم بالنسبة للمثال لأنني ضربتها داخل البيت غالب أن يكون حساسية لأن الناس بشكل عام تكميها غبار نقول عثة الغبار لأن عثة الغبار عبارة عن مكروب صغير عايش موجود في كل مكان أنا أقول حق الناس يوحكونا ترى موجودة مخدتي موجودة مخدتك ولكن عندك حساسية أنت عندك حساسية من أنا ما عندي حساسية أنت تتعاني وتحكي عيونك وخشمك مسكة هذه العراض التي يشكي منها هذه العراض التي يشكي منها والعطاس والعطاس في نفس الوقت نفس الناس يقول لأنك تحكي بعينه ويأخذ لأخب حبوب وتخفوالات هذه المرضى فعلا يتعانون لأنها على مدار السنة لأنها على طول في البيت أو في المكاتب خاصة يعملون في مباني قديمة لا يستطيع تركز بسكرين مالة الكمبيوتر مقادر يسوق سيارته كل ساعة ينظف نظارته عباله في مشكلة بالنظار ويذهب في حاس النظر ويذهب في حاس النظر ولكنه في الحقيقة عاني من حساسية الحساسية تبدأ بعينها تبدأ تنتقل يصير عندها اتهاب مزمن في الجيوب الأنفية الجيوب الأنفية تأدينا مشاكل في النوم وهو ما يقدر ينام يأثر على نشاطه كل مرتبط ويأثر على زوجته ويأثر على كل وقت يصير نوع من الحساسية الربو أيضا لهذا اللي يعانوا من الحساسية عادة نقول أتوبي يكون عندهم نوع من الحساسية في كل مكان نعم هذه من أهم المحفزات للمرض الربو في الكويت اللي هي الحساسية والماضي يعرفونها دكتور أنا بس عد الشهر تسعة عشرة أقعد عاطس أقعد عاطس وأكاح والربو يبدأ يزيد عندي وأبدأ يزيد أخذ البخاخات جدا معروفة عن مرض الربو دكتور ياسر بالنسبة للأدوية المصرح بها من وزارة الصحة عشان لا يقولون دعاية وإعلان احنا يبنى معانا سامبلز بس علب فاضية عشان لاحد يقول يابين كل هالأدوية يوزعونه يبنى الأعلب الفاضية بس نوضح للمشاهدين كل نوع دول اللي موجود وشلو الفروقات اللي بينهم وناس تقول أنا ينفعني هالدوى وما ينفع معاي هالدوى السبب طبعا هاي الأدوية اللي موجودين يعطالوا كلهم من عيلة واحدة اللي هم هنسمين عيلة الانتيهستامين وهي أشهر الأدوية المصرح فيها مزارة الصحة لإعلاج أمراض الحساسية كل المرضى اللي عندم حساسية تزيد إفراز مادة الحساسية عندهم في الجسم من كريات الدم البيضة من كريات دم البيضة وهي المسؤولة عن الحكة في العينين والخشم والأذن وفي الحلق وحتى الحكة الجلدية الحساسية الجلدية نتكلم عنها بعشوال الجلدية الأدوية التي نسميها الانتيهستامين لها أكثر من جيل الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث الجيل الأول أغلبهم هذه الأدوية القديمة كانت يتدوخ المعرض يقولون أنا أخذ دكتور وصروح أنا أم أعرف دائخة وكلها بنام الجيل الحديث مننا هي الأدوية التي نرى منهم على الطاولة لا يوجد هذه المشاكل نسبة قليلة جداً منها والكلاروتين هم بعد ما يسبب دوخ لأننا بعض الناس تدوخ منه أقل من 5% الكاروتين والزيرتك أقل من 15% والسبب الرئيسي أنه لا تنتقل إلى الدماغ لا تنتقل إلى الدماغ وما تسبب هذا ولكن أيضاً في بعض الناس على الجرعات الكبيرة على مدى بعيد ممكن يحسون دوخ ويضرون يقللون الجرع وحتى بعض المرات يوقفون الدواء بشكل كامل الأدوية التي نستخدمها لا يوجدها اليوم معنا الدواء المعروفة وهو السنجولير يستخدم لأمراض الربو وفي نفس الوقت الحساسية هناك أدوية أيضاً أدوية البيولوجية مثل أدوية نستخدمها حق مرضى الربو وهو الزولير وهو عبارة عن إبرة تأخذها المريض تحت الجلب أيضاً تعتبر من أدوية الحساسية وهذه تعطى متأبرة الزولير حق مرضى الحساسية حق المرضى الحساسية ولا في فئة معينة من الناس اللي ممكن اختيارهم لأخذ مثل هذه الأبر الدراسات اثبتت أن المرضى الربو اللي عندهم حساسية موسمية ويتم ثبات هذا عن طريق فحص خدش الجلد أو عن طريق فحص الدم من نسبة المضادات أسام المضاد اللي هو الـ IGE نسميها عالية وهم الناس اللي استفيدون من هذا عادة هذا الدو ونحن نخلي حق المرضى اللي يمو عندهم الربو مزمن جدا معتمدين على حبوب الكورتزون ومقادرين كل ما ينزلون الكورتزون مراد ما في كنترول مراتي كنترول أو يضطر يأخذ جرعات الكورتزون عالية على مدى السنة كل ما المرض نشاط عنده يكون أحد الأشياء نستخدمها لكي نستغني عن الكورتزون ومضعوذ الكورتزون يوديه الزولير نعم دكتور ياسر صورنا لك تقرير كيفية إجراء فحص خدش الجلد نشوف بعض تقريرنا الثاني ومن ثم نعود مع الدكتور ياسر اليوم رح نشرح طريقة عمل فحص خدش الجلد اللي هو يكون من أهم الفحوصات اللي تعمل لمرضى الحساسية أيضا يستخدم فحص خدش الجلد لتشخيص حساسية الجملة من فيها حساسية الطعام وأيضا أشياء أخرى نادرة أهم شي نتأكد أن المريض ما أخذ أي أدوة من أدوية الحساسية لمدة ثلاثة أيام قبل الفحص وأيضا نتأكد أنه ما عنده صدمة الحساسية على سبيل المثال من أحد أطعمها على أساس أن نكون جاهزين إذا لا سبحان الله صار عنده أحد المضاعفات في هذه الحالة بالذات نتكلم الحساسية فعندنا أكثر من فحص على سبيل المثال فحص أثة الغبار فحص نبتة السلسولة التي جدا منتشرة أيضا بعض النباتات الحشيش والأشجار على سبيل المثال هذه المواد الكيمائية لفحص أثة الغبار طبعا فيها نواع كثيرة من الفرصات في حالة المريض هذه بلدات رح نستخدم 12 فحص رح نبدأ بفحص أثة الغبار بعد ما حطينا المواد الكيمائية على الجلد الخطوة اللي بعدها تكون خدش الجلد فنبدأ منطقة منطقة ونخدشها بهذه الطريقة عشاس المادة تكون تحت الجلد المريض بعد انتظار 15 دقيقة نشوف الفحص اللي احنا قلنا الكنترون نشوف أنه فيه انتفاخ أكثر من ثلاثة مليمتر ونبدأ نقارن فيه في كل الفحصات الأخرى طبعا واضح أنه عنده فحص موجب لفحص أثة الغبار واللي يفسر على الحكة اللي عنده على مدار السنة بناء على نتيجة الفحص نحدد العلاج وهو غالبا بظل رح يكون علاج المناعي بالنسبة للمريض هذا دكتور ياسر في فترة ما كان هناك الحديث أو الكلام عن زيرتك وإعطاء زيرتك للأطفال ويمنع عطاء زيرتك وسحب من السوق وفيه أدوية معينة حطوا لنا لستة منهم هل يسبب نوع من الأدوية هذه إذا أخذها الطفل باستمرار أن يتعود عليها أو إدمان عليها أو أن بعد فترة ما يستجيب لها طبعا هناك حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي هناك حسابات اسمها خرافات هذه تبرم من الخرافات الموجودة في دولة أبدا هذه الأدوية لا يوجد أي قابلية أن الجسم يدمن عليها ولكن في بعض المرضى يضطرون أن يقلونها لمدة طويلة سوف يرى يجب أن يكون أي دواء يقول أنت قد تطربت مثال زهرتك أنا دكتور قد أخذ زهرتك لنمدة سنتين في البداية يعمل معي بعد سنتين لا يبدأ يعمل يعمل هذا فعلا علميا أن الجسم لا يتعود عليها نسبة استجابة الجسم لهذه الدواء تكون أقل خاصة أن الجرعات تختلفت فإنطر أن نحول سوف يحاسع عراض انسحابية ويبدأ يتعب هذا الكلام غير صحيح بالنسبة لجرع ذكرت أنه يمكن أن يأخذ زهرتك على مدى سنتين أو فترات راحة بينهم أنا بالنسبة الحسارسية أقول للناس أنتم دائما تابعون علاج سحري و تابعون شيء تأخذون أبرة أو حبة و تابعون اليوم تنزين نحن نعرف أن هذه الأشياء تتعالج موقع العراض إذا أردت فأنت أحصل الخدش أو أحصل الدم و أعرفت اليوم أنني لدي حساسية من عثثة الغبار نحن لدي مركز مختص للحساسية من أهم وظائفة أعطائها علاج المناعي لكيلا الحساسية سواء كان سائل ينحط تحت لسان تشرب اليوم أو أبرة تحت تأخذ مرة بالشهر تلوح الحساسية من الأكتقافي نائيا مركز الراشد الحساسية لنوضحها للمشاهدين موجود في منطقة الصباح الصحية ومتوفر حق جميع المواطنين والمقيمين في دولة الكويت بالضبط ولكن الشيء المهم المريض يجب أن يعرف أن هذا علاج مناعي مؤدى بعيد نحن نحن نعطي جسم كمية بسيطة من المادة المحسسة لما الجسم يبدأ يتعود عليها بحيث أنه مات يكون أجسام مضادة ضد الجسم الغريب دائما أقول المريض لا تحسس بأي تحسن في أول سنة التحسن عادة في السنة الثانية ستكون 50% تحسن في السنة الثالثة أفضل أن العلاج يستمر على الأقل خمس سنين في ناس توقف قبلها لكن ليس توصلك لها المعلومة إنك لما نتكلم أن في ناس تقول أبي الإبرة السحرية أقول لهم شنو الإبرة السحرية دكتورة الإبرة اللي يعطونها مرة كل ست شهور وتوقف للعطاس هذا وصبت الخشم والدموع والحكة العين أبي أقول لهم هذا كورتزون بس إذا تعودت وتأخذون كورتزون نصيحتك حق هؤلاء لكن يأخذون الإبرة كأن لعب يعني ما نفعت الحين إي بعد شهر ونصف شهرين يجب الإبرة مرة ثانية فنصيحتك لهم أنا أخنا عشان أكون جدا واقعي في شرح لهذا الموضوع لأن أنا اللي يشتغلون معاهم المستشفى يعرفون أن أنا مو صديق حق الكورتزون بس صريح في إجابتك بس صريح بالنسبة لجرعة الكورتزون سواء كانت إبرة أو شي أعطيها على سبيل المثال هشاشة العظام هشاشة العظام تحدث لأي مريض يأخذ جرعة الكورتزون 7.5 لمدة ثلاث شحور أغلب الأبر التي تأخذها يأخذ 120 ملغرام 200 ممكن لنعطيها بالعضل فأقول 120 أول مريض لأخذ إبرتين في الشهر 240 لدينا 30 يوم تقسمون على 30 يوم هذه 8 ملغرام نظريا هذا المريض حتى لو لم يأخذ إبرتين في الشهر معرض أن يحوش هشكاشة العظام أغلب واحد الشيء الثاني والتي جدا مهم أي مريض يأخذ إبرة به الطريقة معرض لحالة مرضية نخر العظام نعم نحوش 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 سواء كانت عظمة الورج أو الركبة فأنا دائما أقول لهم أنتم تأخذون الكورتزون لا سمح الله يوم وليان حسيت في ألم في منطقة الورج أو في الركبة ستحتاج تدخل سريع لأن الدم مواصل لأضام أنا ممكن أضطر إلى تدخل الجراحي طبعا الآن ضربت هذه أكثر مثالين نحن نرى ولكن الكورتزون بحث ذات على مدى بعيد الناس كلها عارفة شنو دكتور وزني زاد شهيدين فتحت أوصار ماي بعيني حسيت أن في انتفاق في منطقة تجمع سوائل في الأطراف سواء في القدم في الريد في الأطار فيها جماعة هناك وائد علاجات غير الكورتزون أنا لا أقول أن العقاة تستخدمون الكورتزون يجبون يستخدمون جدا لمفترة بسيطة فتغ الطوارئ نجد الطوارئ أنا يوني مرضى لا يوجد نفس بالكاد يأخذ شهقة وتشوف أزرق أطلس مقادر يتنفس ويدوب وتشوف رافع مقادر مقادر خلاص هذا نقول موات نعطي نضطر نعطي الكورتزون الأمية الميتين على ما يوصل للإسعاف على ما يفتش شوي صدره على ما نحول لطيب لكن هذا محتاجه ليس لعطاس ودموع وشوي تحكه بالضبط أتمنى أن هذه هي صراعة فيه مسؤولية على المرضى نفسهم أيضا نقعي ضغطون على الأطباء دكتور عبيل إبرة أنا موسم الحساسية ديش أيضا نتمنى من زمان أن الأطباء وطبيبات يحاولون أن يحرحون من فيه علاجات ثانية غير الكورتزون نعم دكتور ياسر بالنسبة لكيفية أخذ الأدوية المناعية شون يأخذون عشان يمنعون الحساسية الموجودة في الجو الخطوة الأولى نحن يجب أن نتعرف على نوع الحساسية وفي بعض الأحيان نحن يجب أن نحاول نفهم قبل أن نفعل الفحص نرى شكوة المريض وفي أي شهر أنا دكتور كلما يأخذ غرفة مغبرة أو نظف في البيت أخبار أحس وهذه لا يوجد شهر معين هذه على مدى السنة أقوم بفحص خذ الجلد وفعلا يأخذ وفي أي شهر يجب أن نعثة الغبار لديه هذا أعراض طول السنة فحص خذ الجلد أكد هذا غالب في بعض الأحيان يقولون أنا دكتور بين شهر أربعة إلى شهر ستة هذه موسمة أرى فحص الخدش لا يفسر الأعراض أعراض التي يشكب منها فهي يجب أن نفعل علاقة ثلاثة مع بعض لكن يعتمد التشخيص يعتمد نحدد كم عدد نوع الأشياء التي سنعطيها سواء كانت عن طريق سائل ينحط تحت اللسان هذا عادتني يوميا بشكل يومي يستمر على المريض في أغلب الأحيان طول السنة في بعض المراد يقول دكتور عطني بريك نعطيه مدة شهر شهرين بريك بالسنة ولكن يستمر على المدة يعني هو كل يوم بس ممكن يأخذ بريك شهر منه بالضبط وإذا ينسى المريض ينسى جرعته اليوم يقدر يكمل من باتر عاد يأخذ الجرعة الثانية عاد يقدر يكمل عاد عاد نقول خلاص إذا أنت موعد الجرعة الياية خلاص اخذ الجرعة الثانية وانسى العلاج المناعي الثاني اللي هو العبارة عن إبرة نحن الناس ندري أنه مرح يأخذون السال ينسى يقول لا فعلى المركز يأخذ إبرة تحت الجلد في البداية تصبح أسبوعية ولكن بعدين تصبح شهريا يأخذ إبرة في السنة وبعد سنتين ثلاث أربع يشوف النسبة الحساسية ومدى احتياج كل الأدوية سواء كورتزون أو الأدوية التي تستمين هذه يتخلص منها بالنسبة للفحوصات اللي ممكن نجريها لبعض الناس اللي هي اللزقة اللي يسويها دكتور الجلدية أو دكتور الحساسية أو دكتور المناعة اللزقة اللي تنحط على الظهر بس أبي وضح للمشاهدين شنو عبارة عن هاللزقة مكوناتها وحك شنو نفحص حساسية شنو طبعا اللزقة هاي تتكلم عن نوع ثاني من نوع الحساسية غير الموسمية وغير اللي هي طول السنة هذي احنا نسميها اللي يسمونه البانشتس هاي هذي الاشياء اللي تبدأ الجسم يتحسس فيها بعد ما يصير ملامسة ملامسة للمنطقة أشهرها نحن نقول اللي هي في المسائل هي الميكوب سواء كان الميكوب حق العينين أو حق أي حق الكريمات اللي يضحون على هنا هذي دكتور أنا عقب ما يضحون ميكوب العين سيكون حمرة تبدأ وصبغ الشعار صبغ الشعار والغلافز أي شيء سيكون ملامسة حق الجل لذي نعمل هذه اللزقة تحط اللزقة تحط مثلا اليوم ونقول لها تخليها على ظاهرك لمدة ثلاثة أيام ونرد لها بعد ثلاثة أيام ونشوف نقرأها عادةً شون تكون في اللزقة تكون فيها مواد كيموية على سبيل المثال يكون فيها نيكل أنا في ناس دكتور أنا كلما بالساعة الساعة كانت تحسس مكانها تحسس مكانها مو الساعة تكون الرجل الساعة تكون من المعدن النيكل في مواد كيموية موجودة في الميك أب تكون موجودة في هذا على حسب نوع اللزقة أغلب اللزقات موجودة في الكويت تختبر تقريبا ما بين الـ 24 إلى 32 مادة كيموية ما شاء الله على حسب الحالة التي نحدد شنون اللي حتاجة المريض حتاجة اللزقة نقول لغطيها حتى لو تسبحت في البيت تغطها ولكن تردن بعد ثلاثة أيام نشيلها لقراءتها وضع اللزقة لأن حتى لو بنشرح لهم طريقة الشرحة تكون شوي جدا صعبة نشوف تقريرنا كيفية وضع اللزقة على ظهر المريض والنصائح التي تعطى للمريض أثناء وضع اللزقة والقراءة من بعدها تابعونا بعد هذا الفاصل حبيت أتكلم اليوم عن فحص لزقة الجلد اللي هو يختلف عن فحص خدش الجلد عادة المرضى اللي احنا نشك أنه عندهم حساسية من بعض المواد الكيماوية على سبيل المثال في بعض الناس يلبسون ساعات المتلز تكون عندها يشوف أنها حساسية على عيدها أو في بعض السيدات عندما يستخدمون الميكب ومواد التجميل يحصون في حساسية حوالي العينين أو في الجلد أيضا في ناس يكون عندهم مشاكل بيستخدام بعض أنواع الرواح والعطور في أيضا عدة أشياء ثانية في بعض المكملات الغذائية يكون فيها مواد حافظة تسبب أنواع من حساسية ففحص لزقة الجلد عبارة عن لزقة لزقتين هما هذه واحدة منهم واحدة من اللزقات نحطها على ظهر المريض لمدة ثلاثة أيام عشان نشوف إذا عندها حساسية من أي مادة كيماوية طبعا هي عبارة عن لزقتين هذه أحد اللزقتين تكون موجودة فيها كل لزقة فيها 12 مادة كيماوية لما نفتحها بهالطريقة اللزقة تكون تشدي ومرقمة من 1 إلى 12 واللزقة الثانية تكون من 13 إلى 24 نفتح اللزقة وننظف المكان راح نحط على ظهر المريض ونخليها ونحط التاريخ اللي حطينا فيه اللزقة لأن المريض راح يراجعنا بعد ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام نقول حق المريض في هذه الأثناء حاول أن الماء ما يحوش اللزقة إذا حاولت أنك تبت تسبح تغطي المنطقة وتجينا بعد ثلاثة وسبعين ساعة لقراءات النتيجة لما يحوش المريض بعد ثلاثة وسبعين ساعة نستخدم هذه المصطرة لقياس نسبة التفاعل مع المادة الكيموية أنه وجدت في كل منطقة من المناطق طبعا شايفين نلقى مرقمة من 1 إلى 24 ونبدأ نسجلها نسجلها حسب القياس بل ثلاثة مليميتر أربعة مليميتر ونعطيها قراءة حق كل المادة كيموية بعد ثلاثة يام للمريضينا نشيل اللزقة ونستخدم هذه المصطرة لقياس نسبة التفاعل الجلد مع المواد الكيموية بعد ما نتعرف على المواد المريض المواد متحسسة بالنسبة حق المريض نقول له نعطيه اسم المادة الكيموية أو نكتب لها على كرت بحيث أنه لما يشتري أي مواد ثانية سواء كانت مواد تجميلية سواء كانت أطورات بأنه يحاول يتفاعل المادة الكيموية في هذا المنتج دكتور ياسر تكلمنا عن المناعة والحساسية ن vård نتكلم عن حساسية الأكل حساسية الأكل نكرمنا عن حساسية الجو حساسية الأنفية حساسية الجلدية رسال called نتكلم أن دكتور الجلدية يتكلم فيها أكثر ولكن نتكلم عن حساسية الأكل ما هو أنواع الأكل؟ أكثر شيوعاً عندنا في منطقة الكويت أو في دولة الكويت ومنطقة الخليج التي يتعرضون لها الناس وتسبب لهم الحساسية قبل أن أقولت عن أهم أنواع الحساسية للأكل أحب أن أشرح مفوم حق الناس الناس فيه تطلق كلمة الحساسية بشكل عام على أشياء يمكن ما تكون حساسية لأكل أعطيك مثال في مرضى ما عندهم قدرة على حضم مادة اللاكتوس في الجسم الحليب الدكتور أنا يشرب حليب بعد الحليب تكرمين حوالي سهل أحب أن يساعد على الحمام لدي عوار ودي قباضات في البطن هذا يسمونها لكتوديو هذا ليس حساسية هذا يصبح عدم قدرة على مادة اللاكتوز الحساسية حساسية الطعام الكلينيكية دكتور أنا كنت في مطعم كنت أكل واجبة فيها شرنب بعد نساعة بدأت أحس بحكة في الشفايف في الشفايف لا والله الويه انتفاق العيون ورمات لا والله بدأت أحسن أنه ما قمت أتنفس حساسية 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 حتى لو كان هذا الشخص من قبل كان يأكل الربيان ولم كان عنده أي مشكلة بالسيفود والأكل للربيان ولم يكن هناك أي مشكلة ومن بعدها طلع للطفح فجأة ممكن تكون حساسية ولكن متأخرة طبعا هذه حساسية الطعام بشكل عام عند البالغين تختلف عند الأطفال أشهر أنه على طعمها في الكويت حسن سيد الطعام طبعا نتكلم على السمسم والسمسم داش في مكونات أكل كثيرة في الكويت الخبز أول شيء الخبز أول شيء على قولتتش البرازق البسكوت أغيب البساكت طحينة كلها زيت السمسم الهردة فيها وحد أشياء طبعا المشهورين في الكويت و أيضا على مستوى العالم البيب الحليب الويت القمح أيضا ذكرتي مثال الخبز بالنسبة لفول الصوية البينات موجود في الكويت أقل انتشارة مقارنة مع باج الدول و يأتي بعدها للمكسرات بأنواعها و في الأخير تأتي لأكلات البحرية سواء كان الشرمب أو المحار أو أي شيء لا علاقة في البحار و الكاكاو الكاكاو يمكن أن يقول الكاكاو أنا دكتور أنا كاكاو لما أكله يحوشني عمر و هذه ليست حساسية هذه ليست حساسية الحساسية الحقيقية التي أشرعتها توني حق مادة الكاكاو جدا نادرة نادرة بس ممكن موجودة في شمال أمريكا الشمالية حتى هناك جدا نادرة بس هم ذكروها في أحد الفصول مالجبنية القلب الأمريكية أنه في ناس ممكن تتعرض بعد الكاكاو ممكن يحوشها نوع من التحسس بالنسبة للفواكه المنقة الفراولة هل ممكن الناس تحوشهم حساسية منها الفاكهة هذه نظريا نعم عمليا أيضا نادرة ولكن في شغلة مهمة لازم الناس تعرفها في مرضى كثيرين عندهم حساسية موسمية من بعض أنواع اللقاح النوع اللقاح نفسه اللي هي مادة بروتينية سبحان الله فيها تشابه مع مواد البروتينية لبعض هذه الفواكه وهذه فيها جداول وكتب مكتبت فيها أنا عندي حساسية من نبتة البرمودة في أربع خمس فاكلات وفواكه لما أكلهم روتينهم الحوش الحساسية والتشخيص الثينيكي دكتور لما أكل الفاكه هذه أبدأ يصير عندي تحسس لا يوجد تحسس فيها ولكن نفس أنا دائماً أضرب مثال بالتفاح إذا كلها تتفاح تفاح كاملة تفاحة كاملة فاسم إذا كان أبل باي لعنه مطبوخ المادة تتكسر تنطبخ فهذه تشخيص كاملة يبحت مريضة ندري عنده حساسية موسمية يأخذ الفواكه النية والطرية بالنفس تسوي لها تحاكفية أغلبهم الجزء الجميل في الموضوع أنه ما يصير فيه عنده صدمة الحساسية الشاك والطف ويطيع وسكة بلاعيمة ولازم يأخذ أبرة الأبنفرين ويطدق على المساعدة ما يصير فيه ضد 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 وأيضاً لما يروح نفس الفاكهة تكون مطبوخة ما لديه مشكلة نريد أن نوضح للمشاهدين كيفية أخذ أبرة الأبنفرين بما أنك ذكرتها نشوف تقرير الأبنفرين هو تقرير صغير ولنعوده مع الدكتور ياسر مساء الخير أعزائي المشاهدين نرحب فيكم في تقريرنا لهذا الأسبوع تقرير الأبي بن أو الأبنفرين بن مثل ما أنتم عارفين استخدام الأبي بن أو الأبنفرين بن استخدام لحالات الحساسية أو الصدمة من الحساسية من أكل معين أو من لدغة أحياناً النحلة أو أي صدمة ممكن يتعرض لها الإنسان طبعاً نختار المنطقة اللي هي في منتصف الفخذ بس من المنطقة الخارجية للفخذ وبوضعية اليد بهذه الطريقة ونقز المريض وسلمان لا تحاتي ما فيه دبوس ونعد للعشرة واحد، اتنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر يدلك المكان ونطلب من المريض أن يدلك المكان بالضبط مثل ما أنتم شايفين فيه صمام للقلم القلم راح يرفع بروحها من كيفه والإبرة تنقز للداخل فما فيه أي خطورة من الإبرة لأن الإبرة صارت في الداخل وبهذه الطريقة نكون أجرينا الشرح الوافي لكيفية استخدام الأبيبن أو الأبينفرينبن لهؤلاء الناس اللي عندهم مشاكل أو حساسية شديدة من أكل معين ويستخدمون هذا القلم ويصرف لهم هذا القلم من قبل المستشفيات تابعونا في تقاريرنا الثانية دكتور ياسر قبل أن نختم حلقتنا لهذا الأسواق بسنا من وضع المشاهدين نقطة مهمة الفرق بين الحساسية الجلدية والأرتكارية أهم شيء نركز على الأرتكارية شنو هي الأرتكارية وشنو أسباب حدوثها أول شيء الأرتكارية جدا شاهعة 25% من أي شعب موجود على وجر كوروردية يوم وليام رحوشة أرتكارية أرتكارية عبارة عن طفح جلدي يبدأ بجزء مصير من سنتي أو سنتين عادة يكون دافئ إذا تم لمسه يكون مرتفع عن الجلد يسبب حكة شديدة مع الحكة الشديدة يبدأ ينتشر في الجسم هذه الأرتكارية الأرتكارية المزمنة أكثر من 12 أسبوع أو الأرتكارية المؤقتة أهم أسباب الأرتكارية المؤقتة الالتهابات الفيروسية عشان شرية جدا ممتشرة عند الأطفال بعد دكتور والدي بدأ يصب صب خشمه بدأ يصير عنده عوارب بلعيمة بعد يوم بدأ يصير عنده تطلع عنده هذا الطفح الجلدي اللي هو شكله شكله وجرد أن يحكي ينتشر من مكان لمكان يحس أنه قاعد ينتشر من مكان لمكان سواء خذ بعض الأدوية مثل أن تستمع ما خذها هذا يزول بعد أيام عينة المرضى اللي عانون اللي هم اللي سيرون عندهم الأرتكارية المزمنة المزمنة محبط حق المريض وحق الدكتور في نفس الوقت نقول له نقدر أنه عندك أرتكارية مزمنة بس ترعالجك رح تأخذ الحبوب هذي اللي رح تخففه اللي هو الانتيستامين بس لا طبعا فيه دوية ثانية الناس اللي مايسي يجيبون حق الانتيستامين أو تسير عندهم مضاعفات من الانتيستامين فيه دوية أخرى تستخدم فيه عدة تودية كفيرة على سبيل المثال الانتيمالاريا فيه دوية الأميران أدوية مناعة جدا تفيد فيه الموضوع حساسية الجلد تتكلم أنا أتوقع أن تتقسدين فيها الأكزيما هذي طبعا يعتمد على سن المريض حتى أيضا موجودة في الكبار في الصغار تكون في الأماكن اللي هي في الثانيات الموجودة سواء صعوب الكوع وصعوب الركبة عادة في الكبار تكون العكس في الأماكن تكون حرماطق البارزة بالضبط من أسباب نحن نرى كثرة السدى مواد التجميل لأنها تسبب جفاف الجلد يجعله معرض سبحان الله لسبب ما في بعض الناس مع كبر العمر يصبح اختلال في بعضهم في جهاز المناعة ويكون يظهر عندهم أكزيم طفل تأخر 35-45 يصبح اختلال يمكن يصبح اختلال يصبح اختلال بعض المرات الاختلال يكون مسبب يكون عن طريق الأدوية التي نعطيها المثبت للمناعة ومضاعفاتها يكون عندها أكزيمة جلدية طبعا الفرق بينهم جدا سالك لنيكي سواء حساسية الجلدة أو الأرتكارية الأرتكارية أيضا أريد أن أقولها هي من الأشياء التي تؤدي المريض وتؤدي إلى الطباء بعد وتعدي إلى الطباء وتخليهم ما يدرون ما يساوي لهم بس الحمد لله الآن تشغالين عليها وفي علاجات جديدة وفي دراسات جديدة وإن شاء الله تكون أفضل مفيدة للمرضى نعم يعطيك ألف عافية دكتور ياسر نتمنى لك النجاح والتوفيق أفتنة وإن شاء الله الجمهور يكون استفاد من هذه المعلومات واستفادوا أيضا من التقارير الطبية ويعطيك ألف عافية شكرا جزيلا الله يسنك أعزاء المشاهدين نشكر الدكتور ياسر مصطفى علي استشاري أمراض المناعية والربو والحساسية وأمراض الباطنية على هذا اللقاء اللي أنا استفدت منه وإن شاء الله تكونوا استفدتوا منه نتمنى لها النجاح والتوفيق نلقاكم في حلقة مقبلة مع السلامة